وانا حسب رأيي الحكومة بتاع السيدة نجلة بودن وتعملت فيديو وعبرت عن دعمك لدي الحكومة ورحبت بها عيمة حمام نعم ونحكم عليها بعد بالنتيجة المؤشرات الأولية شو موقفك من تركيبة الحكومة من رئيسة الحكومة البروفيل متاحها أنا حسب رأييي توجه في أول زيارة للسعودية هو معناها اختيار ذكي ونتمنى توفيق الحكومة دي وربما في فرص لاحقة أن نزيد ونتحدث عن هذه تنجح الحكومة هذية فيما فشلت فيه انتما وانت كنت وزير في عديد الحكومات أنا في الحكومة اللي كنت فيها في حكومة الوحدة الوطنية اللي بدأت في 2017 حكومة نجحت في العام الأول ابتداء من مايي 2017 دخلت في اثنية متاع عركة بين يوسف الشهد وباجي قايد سبسي وده كان يتسبب في المشاكل هذيك العركة السياسي والأهداف الانتخابية هي اللي ضربت عديد الحكومات اللي وقت في العشرة سنين اللي فاتوا أنا حسب رأي الآن فام نقطة قوية ياسر عند نجلابود هي وحدة القيادة الآن مفهماش تشتت هذا هذا ايجابي عندها زميلتك يا مينا الزغلامي في حركة النهضة كان ضيفت يوم الجمعة الفارط في المناظرة واعتبرت أن نجلة بودن هي مجرد فترينة لنظام قيسي سعيد لتصف بالنظام الانقلابي ذاك رأيها هي خلنا أعطيك رأيي أنا حسب رأيي فهمة وحدة قيادة الآن وفهمة فرصة لنجلة بودن باش تنجح إذا كان ما تدخلش في طموحات سياسية وأهداف انتخابية والانتخابات الجاية كيفاش نربحوها بالطريقة دي الناس تنجح وأنا حسب رأيي مطلوب باش سيد رئيس جمهورية يتوجه للكفاءات وللوطنيين وباش يسمع رأيهم في شنوما الحلول المطلوب باش نعملوها لتونس